تزداد معاناة النازحين في مخيمات عمرية الفلوجة بمحافظة الأنبار مع استمرار فترة نزوحهم وبقائهم في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة وسط إهمال وتناسي الحكومة لمعاناة سكان المخيم وعلى الرغم من سعي النازحين بالعودة إلى ديارهم ومنازلهم المدمرة أصلا إلا أن القوات الحكومية وميليشياتها تمنعهم من العودة لأسباب مختلفة إذا أرجعان لأدنا راتب لا شيء لا أقدر أزرع علدي قاع بس ما أقدر أزرع بعد من يزرع لي كان علدي ولدي فليل وذو المرتدي كان ولدي فليل وهو أبوهم شنور الشي ساوا من يزرع لي من يفرح لي من مثل قابل عايش لي السيارة راح أتخذوها الحشد الحلال فوق الخمسين عاجة خذوها السيارة خذوها عدل هوايش سبع طعش هايشي خذوها ومع البيت هذا كانس ما مخلين بيكون شيء حتى أخي أولا نازل بسبع البور يقول يحملون من المناطق كون شيء على بوغناب داعش يابا شو إحنا داعش أخذ من العدل الوليد وكتله وإحنا حصرنا هسا عائلة قابل التهل ضغلنا بس هذا الوليد يما يخلون لأس يقول لك هلأ تجي إحنا هس حزاب بغداد هلأ يجيكم عمر من بغداد من عمليات بغداد يالا تطبوا من مناطقكم تجيكم حمال الشيات بالليل تجيكم حشد تجيكم عصائب تقتلكم تأخذ الزلم ترى ومسؤوليتنا إذا ما نجيب بيكم عمر من بغداد من عمليات بغداد ما حد يقدر يطب يابا يا مودي حرفان حظرنا خلونا نشوف دربنا هوا ما يستعين انتم ورانا ورانا هذا قول لك أنا حشد هذا قول لك أنا عشكري هذا قول لك أنا شرطي صار متشالب علينا من كل الجيات بشر ما عنده كل شي انتهى مو لازم اللي تروح تجيب قصاصة وتجيب مذنين وتروح الأعمليات بغداد يابا علي شنو هاني عراقي عندي شي يخذوني ما عنده شي سهلوا أمري خلونا اقعد ارتاح صار اليوم خمسة سنة متشالب علينا الدنيا وفاين حظروا ويشتحل سنة متشالب علينا وجاء نيسع بالخيام أشهر القليل ما حد يجي بنا مساعدات ماك ويجي بنا هاي الآيش و بطل الدهن بالسوق و بخمسمية يبيعونا عليه بلف وربع كل شهرين يبيعونا بلف وربع و هو بخمسمية بالسوق هاي الشيس الطحين يبيعونا بخمسة وعجرين و هو بثنا عاش و ثلاثة عشر ما يسعر ماكوش يطناع لو خليها على قبل على هايشوا حصل عادي برغال كيس طحين و كيس طمام و كيس تنك ديهن بيها مجال هلسة أنا لو تشتري منهم لو ما ينطنع كل شروح شكرا